السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات كان نهارك مليئا بالحياة تضحك تمشي تتحرك بخفة أين ذهبت تلك الطاقة وأين اختفى ذلك الشعور تنهض كأنك لم تنم تتثاءب روما فنجان القهوة ضوء باهت في عينيك والصمت أثقل من الكلام خطواتك ليست كالسابق كأن الأرض تسحبك كأن الهواء ثقيل جدا كأنك غريب في جسدك تتساءل ما الذي حدث هل تقدم بي العمر هل هذا طبيعي فعلا أم أن هناك سر بالموضوع النهار يمر ببطء الليل يأتي محملا بالتعب النوم لا يجلب راحة والصح لا يحمي الحياة تنظر إلى وجهك بالمرأة ترى عيونا ذابلة صامتة تزأل نفسك أين أنا وأين اختفى ذلك الوريق أصدقاؤك يضحكون يتحركون وأنت تراقب من بعيد تضحك مجاملة لا رغبة وكأنك تشاهد حياتك فقط ظهرك يؤلمك بلا سبب رقبتك تشتكي بصمت المشي صار تحدي يومي والجلوس صار حلم مريح تطفئ الأنوار باكرا جدا تدعي النعاس تهرب هاربا من تعب لا تفسير له ومن شعور لا يحتمل بدأت تنسى بعض التفاصيل كلماتك تتعثر في الذاكرة مزاجك يعلو ثم يهبط ابتسمتك صارت مجاملة باهتة لا أحد يفهمك تماما ولا التحاليل قالت شيئا ولا الطبيب شعر بك لكن هناك شيء ناقص شيء يسكن أعماقك خفيا شيء يمطص نور جسدك ويستبدل الحيوية بالصمت والصحة بالضعف العميق ربما لم يكن الأمر كسلا ولا ضغوط الحياة المتراكمة ولا سنوات تركت أثرها ربما هو شيء آخر يسرق منك قوتك الداخلية يشوش على ذهنك الصافي يأخذ هدوءك وابتسامتك ويتركك في فراغ ثقيل وأنت تظن نفسك بخير لأنك لا تبدو مريضا لكن التعب داخلي دفين يحتاج من يسمعه ويشعر به لا تبرر لنفسك كثيرا ولا تسمح للخمول بالبقاء ولا تتأقلم مع الانطفاء فالسبب له حل واضح العلم كشف الحقيقة أخيرا ودراسات أثبتت بما لا ينكر أن هناك نقص شائع جدا يصيب منهم في عمرك نقص صغير أثره كبير يبني مرضا فوق آخر ويضعفك تدريجيا ببطر ويأخذ من حياتك الكثير إظامك تحتاجه لتبقى قوية جهازك المناع يتغذى به نفسيتك ترتبط بوجوده وكل خلية تحتاجه بشدة لكن الجسم لا يصنعه بسهولة ولا تحصل عليه بالصدفة ولا يأتي وحده دون مساعدة بل يحتاج وعيا واهتماما السر يا صديقي في ذلك العنصر الذي لو نقص يوما انهار كل شيء في داخلك أطيم كثيرا بلا فائدة معلبات سكريات ونكهات صناعية تشبع البطن لا الجسد وتترك الروح بلا طاقة الحميات المقلدة بلا وعي تحرم الجسد من الأساسيات نقص هنا وحرمان هناك وترندات تغش الناس للأسف الخوف الزائد من السمنة أبعد الناس عن الدهون لكن بعض الدهون ضرورية ونحتاجها فعلا الإفراط في الزيوت المهدرجة يزيد من الإجهاد التأكسدي ويعيق امتصاص العناصر الحيوية ويؤدي إلى نقص تدريجي صامت الإفراط في شرب الكافئين يؤثر سلبا على الامتصاص ويزيد من طرح العناصر المهمة خاصة عند الإفراط اليومي المستمر ابدأ نهارك بأشعة الشمس وتناول طعاما متوازنا غنيا بالعناصر والمصادر لتمنح جسدك ما يحتاج اختر بيضا طازجا يوميا صفاره كنز مخفي يحتوي على دعم طبيعي لصحتك وعافيتك الدائمة لا تهمل الأسماك الدهنية فهي زاد القلوب والعظام وفيها طاقة شمس مخزنة تغذيك دون أن تدري اضف زيت الزيتون الخام إلى طبقك كل مساء فيه سر الامتصاص السليم وتوازن الجسم الداخلي منتجات الألبان الطبيعية ليست فقط لمنكها اللطيفة بل تحمل في طياتها قوة تمنح الأيظام صلابة وشباب الفطر البر الطازج يحتزن من النور غذاء فيه سر الطبيعة المخفية ومفهوله يتسلل برفق المكسرات النية الطازجة خاصة اللوز والجوز الجميل تزود الجسم بأدوات انتصاص وتعزز كل منظومات الدفاع في جسدك الحبوب الكاملة المدروسة تعمل كأرض خصبة للامتصاص لا تهدرها بالمعالجة المفرطة بل احتفظ بها كما خلقت تناول العصائر الطبيعية الطازجة وخاصة الهمضيات الطرية تدعم الامتصاص بذكاء وتوقظ العناصر الساكنة قلل السكريات المصنعة واختر العسل الطبيعي بديلا أو سكر ستيفيا كمحلي طبيعي اشرب ماء نقيا بشكل جيد فهو ليس للارتواء فقط بل ينقل الغذاء بهدوء ويمنح الخلايا تنفسا سليما لا تهمل الكبدة الطازجة فهي مخزن منسي للكنوز غنية بمركبات حيوية تنعش جسدك من الداخل اجعل وجبتك ملونة دائما بخضار طازجة وفاكهة موسمية فالألوان ليست فقط للزينة بل لغة غذائية متكاملة احرص على التوازن الكامل في الدهون البروتين والكربوهيدريت فالنقص يبدأ حين نهمل ويشفى حين نحسن الاختيار لا تنتظر أعراض النقص بل امنح جسدك حاجته قبل أن يصرخ بصمت ويخبرك بما تجاهلته طويلا طيب ما هو هذا العنصر العجيب الذي تحدثنا عنه طويلا عنصر تخزنه الشمس وتقدمه الطبيعة بسخاء ويصنعه جسدك أحيانا لكن بشروط صارمة وصعبة جدا هو ليس مجرد فيتامين بل رسول الضوء الداخلي مفتاح لصحة متكاملة ولجهاز مناعي يقض اسمه فيتامين داد نعم إنه البطل الغامض الذي أهملناه طويلا للأسف ودفعنا ثمن ذلك تعبا نقصه لا يظهر مباشرة بل يتسلل بهدوء مقلق ليصيب العظام والخلايا ويؤثر في طاقتنا اليومية لا تنتظر الأعراض المتأخرة ولا تعتمد على التخمين بل قم بفحص مخبري بسيط يظهر الحقيقة بوضوح اسأل طبيبك عن التحليل واطلب قياس المستوى بدقة لأن الأرقام تخبر الحقيقة حتى لو كان الشعور غامضا المستوى المثالي المطلوب ليس فقط ضمن الطبيعي بل يجب أن يكون مستقرا بين 50 إلى 60 نانو جرام هذه هي المنطقة الذهبية التي تشارك بالنشاط وتحميك من الانهيار الخفي وتنظم هرموناتك ومزاجك المكملات الغذائية ضرورية وليس فيها أي عيد بل هي الصمام أمام فعلي يرمم ما فاته الزمن اختر النوع الموثوق جيدا واستشر طبيبك قبل البدء فهناك جرعات دقيقة محسوبة تناسب كل حالة بعينها اجعل المكمل عادة يومية عندك وخذها في الصباح مع الدهون فالامتصاص يحتاج رفيقا ليفتح له الباب برفق ابدأ يومك بالمشي اللطيف نصف ساعة تغير كل شيء تحرك تنفس حرك عضلاتك واسمع نبض قلبك بامتنان تنفس بعمق كل صباح املأ صدرك بالأكسجين وأخرج الهواء ببطل كأنك تطرد التعب والهم اشرب الماء بانتظام يوميا لا تنتظر العطش ليرشدك كل خلية تحتاج هذا النبع وكل عضو ينتعش بهدوء قلل من السكر الأبيض وخفف استهلاك الكافئين ابتعد عن الكحول والدخان فكلها سموم متنكرة بلذة نم جيدا كل ليلة سبع ساعات كحد أدنى ولا تسهر على هم الدنيا الراحة حق وليست كسل أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة شكرا لفريق الإعداد في قناتي وخصب الشكر زوجتي الفاطل الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطن والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتملين على دراستنا وبحثنا المستمر قناتي والفيديوهات التي أقدمها هي لغرض التثقيف فقط ولا تعد بديلا عن المشورة الطبية المتخصصة استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل نصيحة طبية لحالتك ولا تقوم بتعديل جرعة الدواء بدون استشارته اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تخيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا وأيضا من خلال ميزة الانضمام وحبكم جميعا عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحظ الله ورعايته